مع مباركة إن شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى اللهم أمين يا ربي أمين يا ربي ربي يتقبل مننا ومنكم ومن الجميع واسد وقفنا على الحديث النبوي الشريف الجزء الثاني منه الحديث اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصيك يا معاذ لا تدعنا في دبري كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني عبادتك الشيخ سيفدين الكوكي أي خوة الله بارك فيك الحمد لله رب العالمين وبه ثقة وأستعين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين هذا الجزء الثاني من الحديث النبوي الشريف اللي بدينا فيه الأسبوع الفات واللي يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم مخاطبا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقت اللي أمسك بيده وقال له والله إني لأحبك يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ بعد ما وقفنا على موضوع المحبة في الله والصدق في المحبة بين الأحباب والإخوة والأصحاب كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ قلب معاذ لقبول هذه الوصية فالقلب لا يكون مستعدا لقبول النصيحة وقبول الدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كان قلبا محبا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ هذا القلب وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل وكل من يتصدر المشاهد وكل من يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يهيأ القلوب إلى قبول الوصايا الإلهية والأوصايا النبوية من بين ذلك أن يكون محبا ويحب ويحب في نفس الوقت فبالتالي لا يمكن للعبد أن يتقبل نصيحة من شخص لا يحبه فالمحب لمن يحب مطيعه فكلما أحب الإنسان عبدا كلما التزم بنصيحته وبأوامره وهذا ما هيأه النبي طبعا صدقا ومحبة لهذا الصحابي وهذا الأصل في ديننا في الدعوة إلى الله عز وجل فالداعية يجب أن يكون محبا ومحبوبا فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء ثم بعد أن هيأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب وبالتالي قلوب الأمة لقبول هذه الوصية قال له يا معاذ أوصيك لا تتعنى في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قد يتساءل الناس ويقول في دبر كل صلاة يعني الإنسان خارج من عبادة خارج من مقام عزيز وغالي خارج من بين يدي الله سبحانه وتعالى قد يتساءل يقول الإنسان أنا بين يدي الله سبحانه وتعالى فلماذا أسأل الله تعالى بالدعاء فلماذا أتوجه إليه بالدعاء وأنا كنت بين يديه لأنه من مداخل الشيطان خير رفيق أنه قد يستعمل هذا الأسلوب لأنه الشيطان لديه خطوات الشيطان لما يعجز على أنه يجعلني من والعيض بالله من الفاسدين أو من تارك الصلاة أو من الزنات أو غيره أو غيره هل سيتركني لا طبعا سيدخل لي من باب الطاعات سيفسد علي علاقتي أو نيتي بيني وبين الله عز وجل من بينها فضل حابتقولك هذا موضوع مهم نعملوه على ثلاثة أربع حلقات مداخل الشيطان أي لأنه مداخل الكلاسيكية أنه إحنا في المعسية أما مداخل أخرى شيخ إحنا القاروي إحنا منخرتين فيها ومناش فيهمين شو قاعد يعملنا للشيطان منهم العجب منهم الرياء منهم بارشة حاجة أخرى ذلك نجم كل مواضيع مهمة جدا فعلا هذا مهم جدا خاصة أن أخوة رفيق ربي سبحانه وتعالى قال في آية واضحة وصريحة وقت اللي خاطب فيها المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وما قالش لا تتبعوا الشيطان لأن العقل البشري اللي عنده أقل لا يمكن أبدا أن يتبع الشيطان ولكن قد يغفل على أن بعض الخطوات قد تكون من الشيطان اللي هي من المباحات العادي العادي يقول لك أنا من منطق شو فيها هذه ما في أحد شي يتقول له هذه ما تعمل شو فيها هذه من المباحات فالشيطان عليه لعنة الله تعالى قد يدخل من باب المباحات وقد يدخل من باب الطاعات كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية تجسد هذه الفكرة وقت اللي قال له وهو أخا لا تدعن في دبر كل صلاة يعني الراجل كان في أعظم عمل الصلاة وما أدراك ما الصلاة التي أول ما يسأل عليها المرء يوم القيامة هي عماد الدين من المفترض عقلا أنه يكون هذا العمل مقبول لا يحتاج منا لا صلاة ولا دعاء ولا دعاء ولا شيء ولكن مع ذلك النبي يحرص حرصا شديد على أن يسأل العبد ربه بالدعاء أولا كما قلت أنت قبيرة أن الشيطان ما يدخلش من باب الرياء أو العجب أن الصلاة هذه قد تكون والعياذ بالله تتبدل النيات تمتاح حتى في باب الدعوة حتى في باب الميكرو فبالتالي نسأل الله تعالى دائما القبول ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أراد لمعادة وبالتالي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن التوفيق في العبادات والتوفيق في كل الأعمال الصالحة يجب أن يسحب أو يسحب البصاط من بين قدمي ومن بين يدي لو لالله عز وجل لو لتوفيق من الله سبحانه وتعالى والله ما استطعنا أن نتكلم لو لتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهداية منه ما استطعنا أن نقف بين يديه لو لتوفيق من الله عز وجل وهداية منه ما استطاع أحد مننا أن يقدم شيئا لله سبحانه وتعالى لذلك يقول الله جل وعلا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدان الله والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم صحابة رسول الله وهم أشرف خلق الله تعالى بعد الأنبياء والرسل وقتل يرجع من كل غزوة وهم منتصرين كانوا يفرحوا ويستبشرون حتى أنهم كانوا ينشدون نشيدا وهذا باب آخر حتى مش للناس اللي تقول حسل ينشدون نشيدا يقول والله لو لا الله ما هددينا ولا صمنا ولا صلينا فثبت الأقدام إذا لاقينا هي أنشودة ينشدها الصحابة أولا من باب رفع المعنويات ثانيا من باب أن الصحابة كأنهم يقررون أن هذا النصر وهذا الفوز وهذا الفلاح وهذا النجاح وهذا التوفيق لا نملك منه شيئا لو لا توفيق من الله عز وجل والمتأمل في هذه الأنشودة وهذه الكلمات التي كان ينشدها صحابة رسول يدرك هذا المعنى والله لو لا الله يعني سحب من تحت أو من بين يديه القوة والعزة والنصر والأنا والاستحقاق والأنا خاصة والأنا تلك الشوكة التي قد تفسد الأعمال والعياذ بالله والله لو لا الله ما هدد وهو منتصر وهو فائز وهو عزيز عاد بفوز ونصر مبين لأمة محمد ومع ذلك يسحب من نفسه أو من بين يديه والله لو لا الله ما هددينا ولا صمنا ولا صلينا النجم يفتح باب شيخي متاع شكون ياسلك وليبدأ بعيد يقول لك أيبه كله توفيق من رب العالمين كله هداية من رب العالمين ربي لم يوفقني ربي لم يهدني على ذاك أنا بعيد لا أملك القراءة بعد الفاصل دسمعوا شيخ تفيد لكم دسمعوا الرحمة صباح الخير تونس أبدأ صباحك ببرشة بوزيتيف فيبز وخوذ دوزة الكافيين اللي تعتيك الانيرجي معايا أنا إيمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من الستة لسبعة متاع صباح ديوانا فام صوتكو الصباح هو رفماج ورفماج هو صباح رفماج 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 مثل الجمعة من السبعة للتسعة ونص خلي صباحك كون خلي صباحك رفماج مرحبا بيكم هالغتال سعيد فرحان برشة 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 باش نشيخوا باش نغحقوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشة كادوات وبرشة برشة 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 مفاشئات لا تصدق على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوانا فام من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتى شمن نص نهار الحاضر يبلغ الغائب ديوانا فام صوتكو هنا اخر الاخبار والتطورات هنا اهم الاستضافات كي العادة كل نهار مثل للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماذي ساعتين هنا تونس مع مهز بالغربية نهج التريبونال والدريبة على ديوانا فام وهو برنامج وثائق درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم جرائم متسلسلة جرائم منظمة جرائم عاطفية وسياسية وهيرها باش تسمى وقايع واحداث توريكم مدى قدرة الانسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بانواحها وتدخل بيكم العوالم تجمع مبين الرعب الضحك والاثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماذي ساعتين على ديوانا كله بأمر رب العالمين وكله توفيق من رب العالمين هذا ملخص الكلام اللي كان يقول فيه شيخنا سيفيدين الكوكي في فترة ما قبل الفاصل ولكن قلت لك هذا شيخنا يجرنا للسؤال نجم يوتر حرسيل بعيد اليوم على ربي يقول لك أنا هاو كلاما كنتي نبني عليه ربي ما لا مهدنيش ربي ما وفقنيش كما وفق الصحابة كما وفق ناس اليوم عايشين معانا ليفعل الخير للهداية للصلاة بما أنه أنا ما عنديش دور ويزمني ما نزكيش نفسي وما نشكرش هو كله من عند ربي ربي ما هدنيش عليش سؤال يطرح وحق لكل واحد أنه يسأل هذا سؤال العقلي وليس سؤالا غيبيا فالغيب كله بين يدي الله سبحانه نعم ما نشكر بش نتراجع وقت اللي نقول لك أنه الهداية كلها من الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد آية في آية قال في آية المباركة وما توفيقية إلا بالله يعني سحب البساط من بين يدي الإنسان فيما يتعلق بالتوفيق والهداية لا يعني أن الإنسان مسيرا هذه عقيدة ويحتاج منا موضوع هذا ليس أسابيع الإنسان ليس مسيرا وقت اللي نقوله الكلام هذا ولكن الله عز وجل حين يرى وهو المطلع على القلوب حين يرى القلوب وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يحركها كيف يشاء فهو المطلع على قلبي وقلبك وقلب كل قلوب كل المستمعين فإذا رأى الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم ذرة تأكد من شيء أن كل إنسان تاب إلى الله عز وجل ليس من فراغ ليس صحيح توفيق من الله وليس صحيح هداية من الله ولكن اعلم يقينا أن الله تعالى قد رأى شيئا لم تره وقد رأى من قلبي وقلبك وقلب أحد المستمعين شيئا لم نره فنحن في الظاهر نقول هذا توفيق وهداية من الله هذا صحيح ولكن الله عز وجل رأى شيئا ترقاها دمعة ترقاها دينار نجم تكون دعوة خير من أمك نجم تكون دعوة خير نجم تكون درهار نجم تكون دمعة نزلت وقد شفت إحدى الصور التي تأتينا من هناك من غزة فكلما رأى الله عز وجل أن هذا القلب يستعد لا ينتظر الله سبحانه وتعالى خطوة أخرى منك حتى تقبل على الله فبمجرد أنك تقدم خطوة قد لا تحسب ولا تعتقد أنها خطوة ولكن الله عز وجل يراها عظيمة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فبمجرد هذه الخطوة التي يراها الله سبحانه وتعالى إلا ويأخذ بيدك ويوفقك للهداية فبالتالي يقعد الأصل أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ولكن هذا ليس من فراغ ولكن حين رأى الله سبحانه وتعالى أن هذا القلب يقبل على الله يأخذ بيده فما حديث يجسد هذا الكلام ويؤكده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم يقول أن الله تعالى إذا رأى أن أحد القلوب قد تستعد مجرد الاستعداد يقول كلمة جميلة عسله قال حديث عسله ما معنى عسله أي أخذ بيده وأخذ بيده إلى الهداية والتوفيق عسله يعني أنا ما عندي حتى نية الاستعداد والإقبال على الله عز وجل بمرجرد أني قمت بأي عمل أنا ما هكى يعني لا ما خديتش عليه بال فالله عز وجل يعسل هذا القلب أن يأخذ بيده إلى الهداية والتوفيق هنا نرجع ونسكر هذا الدوسي لأنه يحتاج منه وقفات نرجع للحديث النبوي الشريف الله حكينا على الدعاء أن الدعاء يجب أن يكون دائما وأبدا في ختام كل عمل صالح أولا لأن الله تعالى حتى لا يستشعر العبد أنه أنا عملت حتى يتصدق شيء أنا عملت طبعا طبعا يخي أكثر من بناء الكفم عمل مش نصد أعظم شيء من إتمام بيت الله تعالى أو إتمام بناء بيت الله تعالى اللي هو بيت الله تعالى الحراب أعظم عمل صالح على وجه الأرض مع ذلك أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قال جل وعلا على لسانهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علاش يدعي إسماعيل وعلاش يدعي إبراهيم وقت اللي هو يبني أو يتم بناء بيت الله تعالى الحرام أولا حتى يسحب الأنا من نفسه ثانيا حتى لا يستشعر أنه قادر على أن يتخلى عن رحمة الله تعالى أو عن الدعاء بفضل عمل صالح لا يستشعر وكأنه بين ذفرين صاحب فضل صاحب حق بالضبط قالوا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله رسول الله سيد الخلق محمد ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فكل إنسان سيطأ الجنة أي عمل صالح مهما عظمى المقابل امتاع الجنة الجنة وما أدراك ما الجنة التي قال فيها تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة ألا إن سلعة الله غالية كما قال النبي ألا إن سلعة الله الجنة فأي عمل كان بش نحكيه بمنطق الموازنة فما فماش حتى عمل صالح يوازي ويقابل الجنة لأن الجنة أعظم من كل الأعمال الصالحة لو نجتمع الكلنا ولموا أعمالنا الصالحة لكل ما يجيش جزء لا يتجزأ من الجنة ومع ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أنه هذا ليس تقليل رهو موازنات ليس تقليل من العمل الصالح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقول لنا أن الجنة لا نطأها إلا برحمة الله تعالى وإلا بتوفيق من الله أذاك علش إبراهيم وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى ما يكونوش عندهم أنا أنا بنيت بيت الله تعالى الحرام ثم حتى لأنهم يعتقدوا أن الدعاء هو العبادة مهم جدا الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا بش نتخلى عن العبادة الأصل اللي هي خاطرني بنيت بيت الله تعالى الحرام لذلك النبي صلى الله وسلم يحرص حرص شديد على أنه ندعي وربي بعد دبر أو في دبر أو في نهاية كل عمل صالح ثم قال اعني على ذكرك والذكر رحكينا عليه في رمضان عامنا بسم الله ما شاء الله وشكرك وحسن عبادة الشكر حكينا عليه في رمضان بين الفرق بينه وبين الحمد باش من ضيعوش الوقت ولكن أنا نحب نركز على كلمة وحسن عبادتك علش ما قالش أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك آه صرا فما فرق ما بين العبادة وحسن العبادة فما فرق ما بين العبادة وحسن العبادة طبعا فما فرق وهل يتقبل الله تعالى كل العباد لا كل العبادات يتقبلها الله عز وجل لا كل العبادات الله عز وجل لا يتقبل إلا أحسن ما يمكن بدليل قبيل هبيل لقدم الزوز قربان لله عز وجل فتقبل زوز قدم قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين مش اللي يتقبل منه ربي سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة إلا إذا كانت أولا خالصة لوجه الله عز وجل تبتغي بها إلا وجه الله عز وجل قال راجل قام يصلي شاهد نبي صلى الله عليه وسلم جنبه قام يصلي قال قام يصلي وبعد جاء سلم على رسول الله قال قم فصلي فإنك لم تصلي وهو صلى بين يدي الله ركعتين فعاد النبي بعد أن صلى مرة ثانية وقال له قم فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات رجعه بالرغم على أنه أدت صلاة فقها على مستوى الفقه تشوف الصورة صلاة كاملة صورة صلاة ولكن استشعر النبي وهو النبي صلى الله وسلم أن هذا القلب لم يقبل على الله بحسن العبادة فبالتالي يجب أن نقبل إن كانت أمك ربي فضلها أو بنتك ربي يحفظها تحاول أن تقدم لها أفضل ما يمكن أحسن ما يمكن من القربة أو من الهدايا فما بالك الله وهو الغني عنه فنحاول أن نقدم إلى الله عز وجل أحسن العبادات نسأل الله تعالى أن يوافقنا إلى ذلك حاولت قدر مستطاع أن يلخص أمين أمين يا رب الحلقة الجاية نزيد نغسل أكثر في الموضوع كنت حب شيخ ونحكيه على مداخل الشيطان لأنه مهم ونحكيه وزيد على الجانب هذا متاع العبادات كلنا نجم نصلي وتصلي إلى أربع ركعات أو إلى ثلاثة أو إلى زوز وتحس روحك مخك سارع هذهك صليت لتقبل تقبل شو نجمنا نعمل وبيش نحسن إقبالنا على رب العالمين مش ندخلوا في باب حسن العبادة لأنه مهم وإسقاط الفرض حاجة ولكن تقرب من رب العالمين واستشعارك الروحانيات في خمسة سلوات في لحظات لو بنعرش صدقة سيام غير وكذي هذا مهم جدا لأنه يرجع بالمنفع إن شاء الله هون شخص